الوقتي فعلا بجد احنا صورنا مع سامير كتير جدا جدا فعاشرنا بعض طول اليوم فموضوع البريك ده هو بيحب يأكل حاجات يعني بيحب يأكل حاجات معينة مش كل الحاجات طبع وعشان كده كان يقول استني بقى يا بتي اسعد لما عملك مش عارفة ايه زي بخدني عن دهارتين ده انتي عندك مشكلة معاها وفتحك في انحاء الكرة الارضية والطميخ كلهم فتحين اه باول واحدة فضحيتك هنا في هزوها البرنامج مفت امين ايه ورجعك حداتها ورجعك وابنتك وامي بنتي وامي ايه بقى موضوعك في الطميخ انا طول عمري مش غاوية الطميخ ومش غاوية المطبخ حتى لما كنا في الزأزيق واحنا بنات انا وماني اختي فكانت مش شغلة تغيب او تاخد اجازة وتنزل فكانت ماما الله يرحمها تقسم شغل البيت تقول لي انتي النهاردة عليك المطبخ وهي عليها تنظيف الشقة والعكس تاني يوم وكده فانا كنت اعمل ايه بقى مش غاوية خالص فكنت اقدي اختي فلوس اختي اشتغلي بدالي وانا مش هعمل حاجة فكانت هي تعمل تشطب المطبخ وتشطب البيت نظف البيت وتقعد بقى في الآخر تغزني اخدت فلوس وتعلمت اطبخ وعملت رياضة وكسبت وانتي استفدت ايه انا قاعدة بقى قدام المراية عملا بقى اتفرج على التلفزيون يعني طول عمري سيدة صالون يا وان طب بتحب اكل ايه طيب بس بس احب بقى ايه اكل احب بقى اكلات كتيرة طبعا واحب لما تيجي نفسي في حاجة ومسلا في البيت يقولولي انت نهاردة هترجعي من المدرسة او هترجعي من الكلية هتلاقي مثلا ملوخية ورز لو رجعت لقيت حاجة تانية بحبها بس غير الملوخية والرز ماكلش اه انت بتثبوتها اهلت نفسي ان انا هاكل رز وملوخية انا كده انا كده فكانت اختي بقى تغزني اول ما تفتح الباب ما عملناش رز وملوخية عملنا بام طبعيشته الحياة ازاي يعني ايه كله ديليفري لا طبعا لا كت ماما اللي يرحمها بقى وعندنا الديدة في البيت الست دي الست دي عملت كل حاجة والديتك اللي يرحم كل حاجة حاجة لما عملت العاملة المهببة في مرفة امين واكلت ام لخية بيضة ولا بمبة ولا بمبة لعدا هي انا مش عارفة اعمل الملوخية وبعدين هي معايا عالتليفون فعملها بتشرحلي وبعدين لقيت الكيس مكتوب عليه وبعدين تعملي الملوخية بالطريقة المعتادة قلتي خربتكم انا مش عارفة الطريقة المعتادة ايه الغباء ده في حد يكتب كده عالكيس وانا جايبك ليه انا تكتب لي الطريقة يا والله طريقة الاستعمال الطريقة المعتادة طبعا انا مش عارفة الطريقة المعتادة طيب فقعدت وصف لها وبعدين اتشغلت الهانم في التليفون جلمت رجاء الجداوي رجعت شرحت لي بسرعة كاتل بتاعها بقى بازت وسقطت وانا عملت الشربة كتير قوي وسقطت الملوخية فيها هدين ما عرفش اللون الأورنج ده جبني دي ايمي بنتي صورت والله صورت الحلق حاجة أورنج كده وزي ما تكون صارت صير عايمة جده اللي هي التقليل أموت أولا بس كانت عمها حل أصدق معها حلو منين بقى بعد الخال العلمي اللي قلت ده طمح أولا فهي الغلطة الوحيدة إن الشربة كتت كتير على الكيس الملوخية السامنة زلطت على الوش ما عرفش إيه اللي عام القرنج ده إيه اللي عام ده لبن البصل أغم عليه لح